بونسوار يا احلى عالم ان شاء الله تكونوا رواء رواء اليوم وكل اليوم انتو كل اللي بتحبون اليوم رح نعمل مع بعض حلا سميد بالاشطة سهلة جدا جدا ما رح تتوقع قدي رح تطلع طيبة الكل رح يحبها كبار وصغار وموايدة كتير سهلة رح حبتلكون ياهون وقفوا الشاشة وسجلون عندكن بليز عندي هون الاشطة هاي المكونة التبعولة سهلة جدا 4 كوب حليب ملعة كبيرة طحين 2 ملعة نشعة 360 جرام اشطة شيرة 2.5 ماي و2 سكر رح نبلش فيون رح اعمل اول شي عندي الشيرة يلي هي حتشت له 2.5 كوب من المي و2 كوب من السكر اوكي رح نحرقون كتير منيح لغاية ما يزبطو بنحطن عن النار عندي هوني الاشطة رح احتاج لأربع كوب من الحليب ملعة كبيرة طحين و2 ملعة كبيرة نشعة الاشطة رح حطة اخر شي هلا هايدي رح احرقون كتير منيح وحطن على النار ندل نحرقون لحتى يجمدوا شوي الاشطة ما رح حطن هلا رح اتركون لما شيلن عن النار اوكي خلينا كتير واضحين من هيدا الطريقة لكن هلا من بعد ما حطينا المواد مع بعض رح نحرقون كتير منيح نحطن على النار ونتركون ليغلوا وكم دقيقة هيك لما تشوفون خلص يعني صاروا شوي سمك بهايدا السمك اللي عم فرجيكني هلا مثل شوي لبن يعني الزبادي منوقف منشيلن عن النار ومنحطن لون الاشطة شوفو كيف شلتن عجنب رح حطن لون 360 جرام من الاشطة اوكي تمام نحنا لهوني رح نعمل مع بعض الشيرة اوكي او القطر حطين يغلوا كوبين ونص من المي وكوبين من السكر رح نضل نحرقون كتير منيح هنا وعلى النار هلا انتو هوني حركوا دلكن عم تحركوا اوكي تحتى تخلص وتجهز معي ما بدا شي جهزي تسواني يعني هيك تحريكي صغيري وخلص لكن انا بنروح هلا بهيدا الاسناء اللي تركينا على جنب رح نروح ونعمل مع بعض القطر حطيني هون على النار ورح بل نحرق فيهم لحتى يدوب السكر عندي على الاخير اول ما يبلش يغلي تغلي المي عندي رح اعصر عصرة حامود او ليمون حامود واتركوا يغلي شي خمس دقايه مش كتير مهم هوني التحريك لانه خلص شفتو كيف عصرت هوني ليمون حامود عصرة وخلص رح نحضر هلا مكونات الطبقة الاولى حطينا عنا هوني اربع ملاقع من السمنة تبهوا علي كتير منيح اربع ملاقع من السمنة رح نحط عليهم اتنين كوب سميد اوكي اتنين كوب سميد ورح نقليهم حتحسوا انه يكتير في عندي انه حليب فيها او شيرة بس لا رح تجمد ضغري اوكي بتتشرب يعني السميد بيتشرب المواد السائلة رح نحركن هيك منيح نقليهم شوي ليغير عندي اللون بدي لون هيك يكون حلو هلا فينا انا حطيتلكون بالمكونات فيكن تستعملوا او لون اوكي بس انا عندي لون بس ما استعملتو حبيت انو حمصن انا على ايدي ما بنا اياهم يحترقوا يتحمصوا شوي شوي الاضاءة عندي قوية ما بينت اللون الحقيقية بدي اياه لون اشعر اوكي خلصوا خلصوا عندي هوني رح حطلون القطر القطر الشيرة اللي حدرتوها حطوا بس تركوا شوي لاخر شي بدي حط بس يطلعون من الفرن رح حط شوية قطر لكن حطينا هون هون القطر وبنحركن كتير منيح هلا بتلاقوا سميد عم يشرب ونشرب نرجع من حط كوب ونص من الحليب ما تنقزوا وتقولوا لا كتير انا كترت لك كيف عندها هي كانوا جامدين لا رح هي يجمدوا شوفوا كيف ضغرة ضغرة بيشربون ضغرة وبتحسوا انو عن جدة سحر شفتو كيف حطينا هلا الحليب كوب ونص منحركن كتير منيح كمان كمان السميد رح يتشرب الحليب ما تعتلو هم ابدا كتير منيح تركون شوي لتحسون انو جمدو شفتو كيف صارو متل اللبنة او متل العجينة خلاص بشيلن بنتر شوي عليون ليبردو لانو ما في استعملن انا وهن هيكي رح حط عندي هون شوية زبدة او سمنة بتحطو بكعب الصينية اللي بدكن تستعملوها طبعا حمل فرن بهيدي الاسناء دايما رتبو الاشي حتكون لتعملوها هلا فيكن تعملو صينية هيكي كبيرة وتحطو فوق الاشطا هايدي بتطلع حلوة كتير الطريقة التانية يلي عملتها حبيتها اكتر بكتير يلي هي عملت قالب صغير عجنتين عجينة واشطا وفوق عجينة حبيتها اكتر بسراحة بس انا قلت بعملكون الطريقتين وتشوفوها كتير منيح اوكي بتحطوها على القطر فوق العجينة حطينا شوي بيضر وبعدين رح نحط القشطا شفتو كيف القطر حطينا اول شي بعدين حطينا القشطا ورح نحط بالفرن ما تحطو الكمية كلها من القشطا طلعت عندي زيادة فيكن تستعملون بشي تاني اوكي حطوها على حسب الرغبة قديش بتكون وفوتوها على الفرن ما بتاخد وقت كتير رح تدوروها من تحت تقريبا بتاخد لاشي 15 ديئة وبعدين بتدورو من فوق ودلكون وقفين حدا ما بدا كتير من فوق ما بتاخد لاشي 5 دقاية حسب الفرن عندكون ودايما على 180 درجات الحرارة شفتو كيف جهزت هلا ازا عندكن صينية تانية تقلبوها بيكون كتير منيح انا ما خطرت بصراحة يعني ما رح تزبط معي لانو الصينية ما بتزبط هلا القالب التاني شوفو كيف رح اعملو هيدا عجبنا بصراحة بتحطو زبدة بتدهنوها وعندي هيدا القالب وانتو اي قالب حطوه عندكن منحط اول طبقه من العجينة او السميد اوكي بتسمكو ليها عن الجوانب ليش لانو حنلزق طبقتين مع بعض اوكي انا حسيت هيدا فيها اشطا اقل بتاعتي هيكي طعمة اطيب يعني السميد طعمته كتير طيبة ومع الاطر ومع الحليب وكتير كتير طيب والاشطا عاطية طعمة غير شي عن جد لازم تجربوها مش مدح لانو انا عملتها وما بعرف شو لا لانو عن جد كتير طيبة شفتو كيف عن الجوانب بعملتها هيكي عالية شوي عن الجوانب لحتى الفقصية العجينة الثانية عجينة السميد الثانية شلنا القالب وراح نحط الاشطا ونرجع نحط الطبقه الثانية من السميد وكمانا نحطها بالفرن الفرن من فوقه من تحت من الاول اوكي كمانا رح تاخد لاشي 15 ديئة ما مشكلة اذا شفتو انه لا بعدها ما حمرت منيح متل ما انتو بتكون ياليو اللون خلوها اكتر 180 درجة الحرارة متل العادة اوكي دالكن طلو عليها هل قد القطر الاشطا ما تكتروا كتير مشان ما يطلعوا لبرا ومنسكرا كمانا عملت انا التانية العجينة التانية على نفس الحجم كمانا هياها ونلزقها فيها بنفس الطريقة يعني مستعمل لنفس القالب ونلزقهم مع بعض وهلا بيدنا بدنا نصير نلزق العجينتان مع بعض شفتو كيف ولا اسهل من هيك وبتجنن وفيكن لما تخلصوا وتخلصوا تحطوا عليها هيكي قطر من بعد ما تطلعوا من الفرن يامي 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 بدكن تعملوا اوليب اصغر هيكي على حسب كل واحد انه لشخصين مثلا لشخص انتو تفننوا على زوقكن هياها فاتت على الفرن وطلعت من الفرن وما حسينا وحطينا القطر فوقها ودقناها ودب قلبنا فيها نحنا وضيوفنا وحبابنا وكلنا ضيوفنا ما اجا لعمدي حدا من قبل كنت اعملا كانوا يحبوها بس هلا ما حدا عم يجي تعرفوا الاوضاع كيف يلا صحة وهنا بونا بوتي ويارب بتعجبكن وبليز خبروني شو رأيكن فيها بالكومنت بوكس تحت بونا بوتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر